الصحة المستدامة صوني التناظر مرحب بكم مجددا أهلا وسهلا فيك دكتورة مهة حبرت نكتلة دكتورة مهة دحكت لك مهضوبة كثير صوني التعال جد شكرا دكتورة مهة شابي حموي أذكر مجددا أنك ضيفة حلقة اليوم من الصحة المستدامة أنت اختصاصية في طب الأطفال ورئيسة الأطباء لرعاية الطفولة والأمومة هنا في باريس وضواحيها شكرا كاتيا في قسم التنصيق لوري في قسم هندسة الصوت والإخراج طفلي لا يريد النوم ماذا أفعل كان هذا عنوان حلقة اليوم الأسئلة الآن ستأتينا حول هذا الموضوع أو حول ربما مشاكل أخرى يعاني منها الأهل مع أطفالهم أكيد إذن أول اتصال يأتينا من حسين من الإمارات ألو حسين مرحبا أهلا وسهلا فيك كيفك حسين كيف تنينتا؟ شو أخبارك؟ أنا منيحة وسعيدة باتصالك تفضل دكتورة مهام تسمعك أنا عندي مشكلة مع أبني عمره عشر سنين ما بعرف إذا هي نعمة ولا نقمة أبني بتصرف معه بطريقة أنه عساس أنه هو إنسان بالغ لأنه تصرفاته توحي بهذا الشيء نعم يعني عنده قدرة أنه هو يتلاعب بكل اللي حوليه بكل بساطة أهله أو الأساذة اللي عنده بتصرف على مزاجه ما بتدري تضغطي عليه بطريقة معينة مثلاً علاماته بالامتحانات ممتازة تقريباً كاملة بس مثلاً هو ما بيرضى يعمل هوموركس نعم لأنه ذكي المعلمات مثلاً بيقلوا لأنه ليش معاملهم ما نيعاملهم يولقت زيرو مثلاً حتاخد زيرو بيقلوا لأنه ما في مشكلة ما عنده مشكلة بحاول أني مثلاً بالتهديد بالترغيب بس شو مشكلتك معه لأنا عارف ما هي حدد المشكلة حسين لأنا عارف وإنه هو بيتذوب بدم بارد يعني مثلاً شو صار معك اليوم؟ اليوم صار معي هيك هيك بنتواصل مع المعلمة بتقلنا لا هو اليوم عمل هيك شي ما كان كاتب ما كان جايب كتابه مثلاً ما كان منتبه لأنه ما نوسائل يعني مو متل باقي الأولاد أنه مثلاً بترهبيه فهو بيخاف بيلتزم فعندي مشكلة ديستلين صراحة ما بعشو بيسموها مثل التزام عنده ما عنده بيعمل اللي بيمزاجه ممكن احرمه من ألعابه شهرين وثلاثة ما بيغير شي عنده بيتطرف بكل هيك بكل برود أعصاب بكل رواء هلأ يمكن لبعدين الدنيا هيك بده نعم بجوز نعم عشر سنوات إذن قلت لنا عشر سنوات أنا حابة أعرف بس أنه أهلين أخي حسين أهلا وسهلا فيك كمستمع هلأ بتقليه إنه عشر سنين أولاً لازم أعرف إذا عنده عنده أخوة أخوات ولا هو وحيد عنده أخة عمره ثلاثة سنين ونصف في علاقتون كثير ممتازة بيحبها ما في غيره من أي نوع هلأ الأخ الصايا النفسية بالمدرسة قالتلي إنه ابنك عنده ليدر برسناليتي ما بتقدر تضغط عليه أو تجبره على شي لازم على طول إنك أنت تقنعه لازم تعطيه حوافز إنه هو يعمل شي لأنه ما بيعمل شي إلا مقابل شي لازم تعطي دائما مهمات يقوم فيها عرفت كيف يعني متل مهمات صغيرة تعطيه إنه أنت أوكي نحن كتير واثقين فيك يعني أنت قادر تعمل هالشغلة يعني مهمات صغيرة إنه بديك تعمل هالشغلة تنقل هالشغلة من محل لمحل من أين ما تبلشت هالحالة من الوقت ما خلق هو هيك طبيعته يعني ولا هاي شي جديد هو كان بمدرسة السيستم فيها كتير وصعب ونقلنا لمدرسة غير سيستم تعليم الموضوع أريح بالنسة إله معلماته كلهم بيحبوه وبيقولوا أنه بيعطوه assignment أو بالامتحان يعني عطوه بيفكر out of the box يصير زكي بيفكر بس لما تجي أنه مثلا عمال homework عمال كذا لا ليش نسيان كتابك نسيته خلص أنه بيهددوه بنقول لأهلك بيحكوا معنا أنه نسيته أوكي شو سوي يعني أنه بكرة بجيبه هل أهم شيء أنه يكون مثلا قلتلي ما في موضوع غيره بينه بين أخته أبدا أبدا ما في موضوع بعدين أنتو بجوز علاقتكم فيه ما بعرف يعني أنه كالكبير وهو بجوز أنتو عطيتوها لأهو صح كل واحد عنده عنده طباع وعنده نفسية وعنده عقلية ممكن هو إيه لأنه هذا ممكن يكون فوتور مثل ما بيقولوا بالمستقبل أنه مدير شركة مدير شركة أو قيادي أو ممكن هالشغلات ما أبقل لك بس لازم يكون في دايما حدود يبقى هو بمكانه كطفل وبمكانه يكون أنتو كأهل هذا كتير شيء يعني صار هو عما تتجاوز يعني عنده صار بوفور وقوة وصلاحيات أكتر منكم حتى يعني لا أما ما بعرف كيف أنت تأثيرك عليه ولا كيف تأثير أمه المفروض هو دايما تقوله أنه أنت أنا هون الأمر الناهي ما أنت اللي أمر الناهي هوني يعني هاي دي لازم تكررها دائما أنت عم تتعامل معه كأدولت يعني مثل إنسان بالغ مظبوط هذا الشيء لازم يصير بس أنت لازم دائما تحدد أنه أنت اللي بدك أنت وأمه أنت اللي بتحدده بتقرره بالأخير يعني أنا هيدا نوع منه هو أكيد بيجوز عنده مثلا طبقة من الزكاة أكبر من الأطفال اللي هن بعمره بس هالشيء هيدا ما بيغفر له أنه هو يبقى بحده أنه هو بيبقى طفل وفي بالغ قدامه لازم يتعامل معه بطريقة تانية هلا أهم شيء أنا بيعتقد أنه التواصل يعني فيه طبيب نفسي قلتي لي أنه فيه طبيب نفسي بس إذا ما هو هذا بيبرر له أنه إذا هو بيحب يكون ليدر ما أنه هيدا الشيء اللي بيسمح له أنه يتجاوز الحدود أنا بعتقد هيدا لازم يكون على سيد حسن إذا كان بده يتواصل معك ما في مشكلة فينه ياخد رقم التليفون ومقدر نتواصل لدينا أسئلة كثيرة سنسرع الوقت عندنا أحمد دين على الفيسبوك لايف طرح لك هذا السؤال سبب بكاء الطفل من أي أحد غريب وخاصة الرجال من أي أحد هو الطفل شو هو صبي لم يذكر بجوز قديش عمره الطفل لم يذكر لأنه حسب العمر حسب إذا كان الطفل دائما محاط مثلا أكتر الوقت بيشوف أمه بيشوف خالاته بيشوف عماته أكتر محاط بجنس الأناس ممكن يكون مثلا ما بيشوف أبوه إلا قليل كتير ممكن هذا إنه هيدا إنسان غريب بس هذا طبعا مهمة الأهل إنه هنا يشرحوا له شو وضعوا لهالإنسان بالعائلة أو إذا كان طفل أكبر ممكن يكون في سوابق قدته لهالخوف أو هالهلع أو الحذر من أي شخص غريب أو حتى الأهل وقد بيكرروا كتير إنه انتبه 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 وقد بيكون طفل كبير ممكن يعملوا هالهلع هيدا بس المفروض ندور على الأسباب النفسية أكتر شكرا زهير نموس كمان على صفحة الفيسبوك لايف بيسألك كم يستغرق الطفل لكي يتعود كم يوم يستغرق الطفل لكي يتعود على ساعات نوم محددة أقصد هنا الساعة البيولوجية كما يصفها بعض الاختصاصيين كم ساعات النوم الطبيعي للطفل في عمر 11 شهر 11 شهر يعني لازم ينام شي 13 ساعة بنهار يعني لازم ينام شي 13 ساعة طبعا الساعات القيلولة نحن اللي منقولوني عنها لسياسة كتير كتير مهمة لازم ينام له شي ساعاتين لازم تحسب لك شي 13 ساعة نعم بنهار وطبعا ما فينك كل طفل بيختلف عن الثاني يعني في طفل ممكن يتعود خلال أسبوع أنه ينام وخلص وترتكز النومة تبعيته وفي أطفال بيب ووقت أطوال يعني ممكن يضلوا أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر هنا يبتجي مهمة الأهل أنه يصبروا ويضلوا مسابرين على موقفهم ما يغيروا يعني مما أنه إذا بيكي يومين وارا بعد خلاص بيجيبوا وبحطوا عندي بالغرفة وخلاص مثل ما بيقولوا لا المفروض أنه تضلوا متابعين وبتختلف من طفل لآخر ممكن من أسبوع لشهر سامر الحلبي على الفيسبوك لايف بيسألنا عن رقم الاتصال فينا 0033969323314 يا سامر وفيك تلاقي نفس الرقم على صفحة الفيسبوك كمان موجود تحت الإعلان عن حلقة اليوم عنا رامي بيسألك طفلي عمره سنة الآن ونومه خفيف منذ الولادة وفعلا تتعب أمه كتير حتى تنايمه لكنه يستيقظ بسرعة وطبعا يستمر في البكاء هذا يؤثر على صحتها ونفسيتها مع الكثير من المسؤوليات كيف أجعله ينام كمان بشكل سريع لأن لدينا أسئلة كثيرة أهم شيء أنك تفتش باعتباره صغير لسا المفروض أن تفتش إذا ما عنده أسباب عضوية ممكن كتير كتير يقول لا ما فيه مشكلة تحصص لا ما فيه مشكلة ناميات لا ما فيه مشكلة ارتداد مريئي وبس لنحط علاج فورا هالحالة هذه تتحصان ويصير بنام الطفل أهم شيء أنه ما تعطيه بالليل إذا قام تعطيه ببرونة هذه من الأخطاء يلي بالعاكس ما بتخليه بتخليه الطفل من النوم أكثر من أنه بتنايمه أو ينامه يستيقظ بعد الأكل لدينا سؤال من عبدالله من موريتانيا بيسأل سؤالي للدكتورة استيقاظ الطفل ليلا وبالخصوص الطفل الرضيع وبشكل متكرر أمر مقلق ومثير تعاني منه الأمهات ترى ما السبب وما الحال هلأ جاوبنا عليه أبدا نفس الشيء نفس الحالة أهم الشيء عن الطفل بيبكي كتير إذا ما بي لازم بين الرضعتين يعني كل الرضيع حديث الولادة بده ساعتين أو ثلاث ساعات بين كل الرضع ورضع بحال الطفل كان عبيبكي لازم تفتش لأما في أسباب عضوية هلأ ذكرتون هي الارتداد المريء المعوي لأما حالات التحصص على الحليب لأما بيكون لأما في عنده مغص كل هالشغلات أولا لازم تشوف مع الطبيب اللي عندك وبعدين شغلة الارضاع اللي مستمرة ممكن تأدي لأنه الطفل يعني صار عنده تخمي عما تزعجه بيصير خطأ شائع أنه بيبكي بتعطيل بيبروني بيرجع بيصير عنده تخمي بينزعج بتطلع الحموضة بتحرله بترجع منعطي وهي هي حلقة المفرغة اللي غلط تدخل الأم والطفل في حلقة مفرغة سؤال من الفيسبوك لايف أيضا مساء الخير لضيفتك الكريمة كيف التعامل مع طفل التوحد كي ينام الأوتيست الأوتيست طفل التوحد بتعرف أنه هذا عبارة عن مرض بيحتاج تضافر عدة جهود يعني جهود الطبيب الأطفال الطبيب النفسي الأورتوفونيست لازم مثل أي طفل عادي الطفل اللي عنده توحد لازم نستبعد كل الأمراض العضوية لحتى المعالجات بعدين النفسية بدها متابعة ومع طبيب نفسي هالشي هاي إذن يجب أن تستشير لازم أهم شي نستبعد لأمراض العضوية التحسوسات الناميات بالأنف الارتداد المعادي المريئي بحال أنه نفينا كل الأسباب العضوية طبعا بيبقى شق البسيكولوجي اللي هو النفسي اللي بيحتاج لمتابعة ومسابرة نعم ما زلنا على الفيسبوك لايف معكم وأيضا نأخذ أسئلة من الواتس أب من سوريا الآن سنسرع الوقع أكثر لأن لديك أسئلة سنرد عنها من سوريا بيقول أنا متابعة قديم لكم الطفل إذا رفضنا أي طلب منه يبكي حتى يخرج الدم من أنفه أنا والد الطفل وحتى عندما بعصب بيبدأ بضرب شقيقته التوأم لم يذكر عمر الطفل لم نعلم عمر الطفل ولكن نستطيع أن نتخيل أنه عمره أكثر من سنتين ثلاث سنين حتى عبيضرب نعم هيدا هيدا من فيه كتير كتير أطفال أنه بيعبروا عن الغضب طبعا أنه هنا من المبسوطين بالبكاء بالبكاء لا حتى لأما يفقد بيحبس نفسه وبيزرق وبيصير أحيانا بيفقد الوعي لا أما طبعا هيدا بتأدي الشعيرات بالغشاء المخاطسي الأن في كلها بتتفجر لأنه على قوة البكاء وممكن يصير رعاف أو بيصير نزف على كل الأحوال أنا بنصح الأهل بها الحالة أن نكون عندهم يعني دم بارد كتير كتير وحاولوا طبعا غسلوا له وحاولوا أنه تشرحوا له الأمر أنه ما بيصير هيك شو هي ليش أنت مزعوش ما هيغير شي يعني أنه أنتوا تضلوا على شو هو جواب بيكون تعطوية ضلوا مصممين عليه ما تغيروا يعني وطبعا ما تخلوا أنه أخته ما هي البوشين بول يعني ما هي فشة الخلق تبعيته المفروض عن جد هون يعني الأهل المفروض يحطوا عاجز أنه لا ما بيسمح لك أبدا ونحن الأمرين أنه هنا هون هذه المشكلة الكبيرة اللي أنا بشوفها كتير كتير عند الأطفال اللي هن من الشرق الأوسط ومن الهيدا كلهم يعني حقيقة هنه عندهم بوفور وعند قوة أكتر من الأهل أكتر هنه اللي مانيبولي الأهل يعني هنه مسكين السلطة أكتر تحياتي لكل أهل سوريا من سوريا أيضا لديك لديك سؤال بدي أسأل الدكتورة عندي طفل عمره 8 أشهر 8 أشهر رضيع على صدري وأنا حامل بالتوأم الآن صار لي 3 أشهر هل عاد إذا فطمت الطفل أو يؤثر عليه إذا تريد أن تفطم الطفل عمره 8 أشهر وهي حامل بتوأم فينك تفطمي لأنه الطفل فينك بعد 6 أشهر يعني باعتبار بلشت طعمي بعتقد كل الأغذية دخلتها بطعامه للطفل من 6 أشهر ما بلش بالخضار وبالفواكه وباللحوم ما في أي مشكلة أنك تعملي له بس لازم يكون تدريجي ما بين يوم وليلة بدك توقفي له كل شي يعني لازم إذا من تعودة رضعي ثلاث مرات بنهار أنك تسحب يرضع منهم وتعودية وبالتدريج لحتى تخلص الرضعات بس ما توقفي بشكل مفاجئ لأنه قد تقلق لهم مشكلة نفسية تماما تماما لازم يكون بشكل تدريجي هذا كانفصال عن الأم وخاصة أنه بعدين يجي طفلين منافسين بيأخدوا محلهم شأنه بلش شوي شوي باعتبارها أكيد بيعقل من كل الأطعمة ما في أي مشكلة بالعكس بنصحك أنك تبلش كمان حتى لا تتعب نواصل معك وسؤال يأتينا من الإمارات من محمد من دبي بيقول عمر بنتي سبع سنوات وتتبول على نفسها حتى الآن خلال النوم حيث أنه نوم ثقيل جدا ما الحل تمام بشكل سريع أهم شي تتأكدوا أنه ما عنده سبب عضوي برج على الشي أولا تتأكدوا تعملوا لفحوصات مثلا تحليل البول أشوف إذا ما عنده التهابات مجاري بولية ما عنده تشوهات نعمل إيكوغرافي سورة توصية أو إيرام للجهاز تمام لجهاز المسالك البولية لنشوف إذا ما فيه مشاكل بالكلية ما فيه بالمجاري البولية وقت من استبعد كل الأسباب العضوية طبعا أنه نتبه منعطيها تشرب مياه كتير أو مشروبات قبل النوم قبل بساعة ونخليها أنه أكيد أكيد تفرغ المساني قبل أنه تروحها الحمام قبل ما تنام وإذا فيكون تفيقوها بالليل حتى تقوم على التواليد بيكون هذا شيء كتير كتير منع بس أهم شيء نستبعد الأمراض العضوية لأنه إذا عنده التهابات مجاري بولية أو تشوهات خلقية ممكن تأدي لأول حالات النفسية الإضطرابات النفسية نعم شكرا لدينا سؤال من لبنان ما هي أسباب تأخر النطق عند الأولاد مع العلم أنه يسمع جيدا ويفهم كل ما يقال له العمر سنتين ونص كمان بشكل سريع أهم شيء أهم شيء أنه إذا ما بيتكلم الطفل أكيد الأهل بيقولوا لا بيسمع منيح أنا بتقليلي بيسمع منيح إذا بكون عملتي له فحص أزون وتخطيط للسمع بحال تخطيط السمع إجا أنه ما في أي مشكلة ممكن نعمل فحص عصبي لنتأكد أنه ما في مشكلة عضوية بعدين ممكن تيجي الأسباب النفسية وطبعا في الجلسات الأرتفونية معالجة النطق معالجة النطق بس أهم شيء أهم شيء نستبعد الأهل بيقولوا لا بيسمع كل شيء عملتي له فحص عملتي له تخطيط سمع هو أهم شيء هيدا نعمل له وبعدين من شوف وحيانا هناك أيضا تحكي اللسان اللسان بيكون هيدا الفرام بيقول الفرامل تبع اللسان بيكون أصير جدا هذا بيصعب على الطفل أنه النطق طبيب الأطفال وبعدين يوجهه لطبيب الأزنيين حتى نشوف عنده تخطيط سمع إذا يعني جيد ولا لا شكرا آخر سؤال نأخذه أيضا من الواتس أب هل التشويش الدهني وأشعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتكنولوجية تؤثر على دماغ الطفل ما يؤثر على وظائف كامل الجسم بشكل سريع تماما مثل ما حكينا بأول البرنامج كل التلفزيون مشان هيك الطفل لازم يكون ينام ويكون هاي لازم بالغفة ما بيكون في تلفزيون ما بيكون عندهم كمبيوتر ما عندهم الألعاب الإلكترونية لأن كلنا ممكن تعمل دائما عدم تركيز وتهيج بعقله الطفل وممكن تأدي لإطرابات بالنوم وإطرابات حتى بالتركيز فيما بعد عند الأطفال اللي بيروحوا على المدرسة نعم من العراق الآن أنا آسفة سأطرح هذا السؤال الأخير من العراق نهاد تقول عندي طفلة عمره عشرين يوم تبكي ولم أفهم الباقي منورة صدرة بحليب لم أفهم ربما اللهجة شوي صعبة علي ولكن تقول أن الطفلة عمره عشرين يوم وتبكي أهم شيء مثل ما رجعنا بعشرين يوم يعني على الأرجح الأرجح لأما عندها مشكلة أولا ممكن يكون فيه التهابات فطرية بالفم ممكن تؤدي لالتهابات الفطور بالفم هالطبقة البيضة اللي هي على صان الطفل ممكن تمنعه وتعمله ألم ما بيقدر يأكل بشكل مني ممكن يكون الارتداد المعاوي ممكن يكون التحسوسات طبعا هذه تستدعي أنه يشوفها الطبيب أو المغص إذا كان أرضاع طبيعي المفروض أنه رح نشوف ما بعرف شو نعم لم نفهم ما تقصده حتى بعد أن كتبت لنا مجددا أنا آسفة ولكن إذا كانت لديك طبعا تبكي من صدر حليب نعم لم أفهم هل في صدر الطفل معاوي يكون في حليب ممكن يكون في حليب تماما هذه بسبب الاضطراب الهرموني لأن الهرمونات اللي بتكون بجسم الأم بتمرعد الطفل نعم ممكن نشوف عند الأطفال أحيانا إن كان ذكر وإن كان أناس أنه بيطلع من صدر حليب أو عند الأناس ممكن نشوف عادة نقدم مثل العادة الشهرية ممكن يكون في تماما نقدم وهي دي ممكن تقليق الأهل جدا جدا بس ما تعكلي هام لأنه هيدا عبارة عن اضطراب هرموني كل الهرمونات اللي كانت بالجسم الأم مرت عند بعد الطفل ممكن تأدي لانتفاخ بالصدر عند الطفل وخروج الحليب أو بعد قطرات من الدم عن طريق الأجهزة المسؤولية ماذا لتترد وأنا أشعر بالمسؤولية عنديك فراس أسألك هل التأخر في اللفظ حتى سن الست سنوات مشكلة؟ طبعا مشكلة والمفروض المفروض أول شيء الله يخليك بتروح بتعمله فحص تخطيط سماع وبعدين بتعمله فحوصات عصبية وبعدين الفحوصات النفسية والاضطرابات النفسية وهي ده اسمه فراس تحية لفراس ابني هل أحاليان هو بالإردن تحية لفراس ابني كل المستمعين سيزان بتحيي لحسين وبتقول عندي مداخلة بسيطة بالنسبة للمتصل لحسين حول مشكلة ابنه يلي تصل فينا في أول جزء الثاني من الحلقة أنا مررت بنفس المشكلة وبشر الأخ أنه ابنه وبشر الأخ أنه ابنه قد يكون عبقري نتمنى يا حسين يكون ابنك عبقري شكرا دكتورة ماشا بحمي على هذه الحلقة الممتعة كل معتد شكرا كاتيا شكرا لوري في خريق نفائي جدا اليوم وستنضم إلينا أيضا ميسا في الموجز إذن سيدات لكم أطيب التحيات مننا جميعا إلى كل مستمعين أينما كانوا بالاستماع إلى الصحة المستدامة اليوم نعود إليكم غدا لا بعد غد غدا في حلقة مسجلة وبعد غد في حلقة جديدة من الصحة المستدامة بي بي